مناحت حكومة النظام عبر الغرفة التجارية السورية الإيرانية ولجنة الصداقة السورية الإيرانية مناحت استثمارات جديدة في ريف دمشق وبحسب صحيفة الثورة التابعة للنظام فإنه تم توقيع على مذكرة التفاهم لبناء 1500 وحدة سكنية في منطقة معرونة بناحية التل في ريف دمشق ونحو 1100 وحدة أخرى في منطقة طريق الجسور كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة دمشق لتشييد حديقة إيران على أوتوستراد المزة بدمشق مزيد من التفاصيل في هذه المادة إيران تواصل التمدد والتغلغل في سوريا عبر الاستلاء على مناطق في ريف دمشق عبر صفقات جديدة تحصل عليها برعاية ما تسمى لجنة الصداقة السورية الإيرانية صحيفة الثورة التابعة للنظام كشفت عن استثمارات إيرانية جديدة في سوريا تم التوافق عليها خلال اجتماع بين الغرفة التجارية السورية الإيرانية ولجنة الصداقة بين البلدين حيث وقع الطرفاني مذكرة تفاهم لبناء 1500 وحدة سكنية في منطقة معرونة بنحية التل في ريف دمشق و1117 وحدة في منطقة طريق الجسور بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة دمشق لتشييد حديقة إيران على أوتوستراد المزة في مدينة دمشق مدير لجنة الصداقة سيد شاخصي أعلن خلال الاجتماع أن هناك العديد من المشاريع أيضا تشمل إعادة ترميم المعامل وتوسيعها وإنشاء معامل جديدة للمواد الأولية بهدف الاستغناء عن استيرادها إضافة إلى نقل التكنولوجيا الصناعية الإيرانية إلى سوريا وبدأت إيران عملية توسع عقاري وتوطين المئات من الأشخاص الغرباء في معظمية الشام مستغلين غياب آلاف الأشخاص من أبناء المدينة بين مهجر ومهاجر ومعتقل وقتيل ويأتي التغلغل الإيراني في سوريا بعدة أشكال منها فتح باب التطوع لأبناء المناطق ونشر الثقافة الشيعية أو عن طريق شراء العقارات التي تهدف جميعها إلى إجراء تغيير ديمغرافي في دمشق وسوريا خاصة في المناطق القريبة من المراقل الشيعية نظام اللينا هنا في الاستوديو علي رجب الصحفي مرحبا بك سيد علي صحيفة الثورة الرسمية تحدثت عن استثمارات لبناء 1500 وحدة سكنية في منطقة معرونة بناحية تلبريف دمشق وأيضا تحدثت عن 1117 وحدة في منطقة طريق الجسور وتشييد حديقة لإيران اسمها حديقة إيران على أوتستراد المزة بدمشق طيب اليوم هناك آلاف الوحدات السكنية وتشييد حديقة باسم إيران واستثمارات إيرانية ما الغاية من بناء آلاف الوحدات السكنية الإيرانية في دمشق؟ يعني إيران منذ دخلت إلى سوريا كان لديها مشروع هذا المشروع هو مشروع على المستوى التوسعي الإقليمي يعني تحاول أن تنشئ كما هو معروف الهلال الشيعي وبالتالي عندما دخلت إلى سوريا بعد سنوات الحرب وخاصة بعد 2015 استضمت بالوجود الروسي وبالتالي انخفض مستوى طموحها من سيطرة كاملة تقريبا على نظام الأسد إلى أن باتت تلعب على الصف الثاني من نظام الأسد وأيضا تحاول أن تتغلغل في المجتمع السوري ومن خلال هذه السياسة وهذه الاستراتيجية الإيرانية وجدنا بأن إيران تحاول أن توسع نفسها في المجال الاقتصادي وأيضا من خلال التغلغل في شوارع دمشق وفي شوارع المدن السورية فوجدناها تنشط في بناء الوحدات السكنية هنا وهناك أيضا هي تحاول أن تسيطر على المناطق التي هجر أهلها وبالتالي تغذيها بعناصر بشرية جديدة هي جلبتها من أفغانستان وباكستان وأيضا من حزب الله وكذلك هي كانت تحاول أن توسع نفوذها ووجودها على أطراف وتنشئ أيضا على أطراف المعابد والحسينيات التي تنشئها هنا وهنا هذه الفكرة تحديدا أن إيران بوقت سابق كانت دائما تتوسع وتبحث عن مناطق قريبة من المراقد الشيعية المزعومة فلماذا اليوم تبني بأماكن أخرى مثل هذه الأماكن بعيدة عن كل المراقد ما الحجة الآن؟ هي تحاول أن تسيطر على طرق استراتيجية في المدن وفي المناطق السورية التي تستهدفها عندما نتحدث عن أوتستراد المزة فأنت تتحدث عن عصب مدينة دمشق وأيضا عندما نتحدث على أوتستراد التل فأيضا نحن نتحدث عن عصب آخر على أطراف مدينة دمشق وهو الذي يوصلنا أيضا إلى مناطق القلمون وبالتالي منها إلى مناطق لبنان والبقاع وغيرها فهي تحاول أن تسيطر على هذه الطرقات وعلى أطرافها وبالتالي تواجدها في أوتستراد المزة ليس عبثا وكذلك في منطقة التل الهدف هي تأمين الطرقات التي تريد أن توفر من خلالها تجارتها وتحركها في ما بين دمشق وما بين لبنان وكذلك باتجاه العراق ولذلك أيضا نجد لها طرقات وتوسعات ونشاطات تمتد على طريق دير الزور وعلى الطرق الأخرى التي توصل إلى منطقة القائمة وهناك نجدها تتمركز حتى تصل نفسها مع العراق إذن هي تركز على الطرق أما بالنسبة للمعابد والحسينيات فهي إن لم يكن هناك حسينيات في المنطقة المستهدفة تدعي وجود حسينية أو مقام أو قبر أو مزار في ذلك المكان وبالتالي تحاول أن توجد نفسها فيه وتسيطر عليه هذا ما شهدناه في هذه الاستراتيجية هذا ما شهدناه في مدينة دارية في مدينة دارية ادعت بأن هناك منزل قديم وقالت بأن هذا المنزل هو مقام السيدة سكينة وبالتالي بنت هذا المزار وحاولت أن تدافع عنه شرعانة الدفاع عن المزارات ودخلت في مدينة دارية وتوسعت هناك وأيضا كان ذلك في أطراف السيدة زينب وغيرها من المناطق التي باتت معروفة في دمشق وكذلك الحمدية والمناطق القريبة من السيدة رقية وغيرها من المقامات لكن اليوم الوضع مختلف قليلا الجميع يعلم التراجع الاقتصادي الحاد جدا والأزمة داخل إيران ووجود احتجاجات اليوم وأيضا انهيار كامل باقتصاد النظام السوري فهل إيران قادرة على تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بهذا التوقيت تحديدا خاصة بأن المشاريع الاستثمارية هو استثمارية بمجال العقار والاستثمار العقاري هو مجال ضخم جدا وهناك حديث عن إعادة تأهيل معامل من أين المال بالتالي هنا نحن طالما أن هناك ضائقة مالية لدى إيران بالتالي إيران سوف تبحث عن موارد أخرى وأعتقد أن الاستثمارات هذه هي موارد لإيران يمكن أن تستفيد منها إيران في تمويل الميليشيات الشيعية الموجودة لها في تلك المناطق من خلال منحهم امتيازات بأن يقومهم بإنشاء هذه المنشآت أو غيرها لأننا إذا نظرنا إلى القارطة الاقتصادية الإيرانية وجدنا أن إيران تعاني من حصار اقتصاد ومن عقوبات مفروضة عليها وبالتالي كيف لها أن تنقل الأموال إلى دمشق فماذا بإمكانها أن تفعل سوف تنشئ استثمارات في تلك المناطق لكي تمول ميليشياتها نفسها من تلك الاستثمارات أعتقد بأن هذه استراتيجية هي دافعة والحال الضيق الذي تمر به إيران هو دافع إضافي من أجل أن تنشئ استثمارات أكثر في سوريا وفي دمشق ولكن هنا نجد أنفسنا أمام التساؤل إلى أي حد سوف يسمح الروسي للإيراني بالتغلغل في تلك المناطق هل هناك بالفعل خطوات جدية لحجم أو لجم إيران من التمدد هذا يبقى محل تساؤل ومحل غموض لكن أتوقع بأن الروسي سوف يسمح للإيراني بالتغلغل طالما أنه لا يؤثر على مصالح مصالح الروسي الروسي يحاول أن يفرط سيطرته على الحدود الجنوبية مع إسرائيل هو الذي سيطر على الموانئ وعلى الطرق والمطارات الموجودة في الساحل السوري وبالتالي لم يوصل إيران إلى الساحل السوري أبقى إيران عند درجة محددة وبالتالي بقيت إيران محتاجة للروسي وهنا ورقة التفاوضات والألعاب التي تتم بين الروسي والإيراني في ملفات أخرى ليست في الداخل السوري وحسب وإنما أيضا على المستوى الأقليمي ومستوى الدولة هل أسمرت تلك الامتيازات الاستثمارية والاتفاقات عن نتيجة حتى الآن كل ما عملت عليه إيران طويلة السنوات السابقة هل حصلت على إحدى هذه الأعمال من إحدى هذه الأعمال على أي نتيجة أتوقع أن إيران حاولت أن تستشري أو تتمدد في مجالات اقتصادية متنوعة ليس منها مثلا موضوع النفط واستخراجه لكنها لم تستطع أن تنال استخراج النفط ولكن تمكنت من السيطرة على نقل النفط من مناطق سيطرة قسدوة باتجاه مناطق النظام وهذا هو التعامل الذي جرى ما بين الميليشيات الإيرانية وما بين قاطرجي وأيضا لم تستطع إيران أن تسيطر على مناطق على الساحل السوري في هذا المجال وبالتالي بقيت تحت الجناح الروسي بهذا الإطار إذن هي تأخذ من مكان وتخسر في مكان آخر هذا إذا تحدثنا عن موضوع النفط ولكن إذا تحدثنا عن قطاعات أخرى حاولت إيران أن تتغلغل فيها فهي نجحت أعتقد بالقطاع السياحي نجحت أيضا بالقطاع التعليمي وهي تحاول أن تنشر فكرها الإيديولوجي ومذهبها الإيديولوجي ما بين أبناء الشعب السوري وهي تدرك بأن هذه المعركة هي معركة طويلة ولذلك كانت تستخدم أيضا إلى جانبها القوة الخشنة وإرهاب السوريين حتى هي تعول ليس على هذا الجيل وإنما تعول على الجيل التالي لهذا الجيل والذي يمكن أن ينشأ على الخوف يعني يحاول أن يتملق من خلال إظهار الشعائر الشيعية ويتملق للميليشيات والحواجز وبالتالي بعدها يمكن أن يصبح هذا ديدا لديهم إذن هي نجحت في المجال السياحي والتعليمي وأيضا في بعض القطاعات المتحدة لكن هناك من الاقتصادين السوريين تحدثوا أن هذه الاستثمارات فيها عبارة عن حالة وهمية ليست حقيقية لا يوجد عائد حقيقي لها وإنما هي رسالة يريد النظام في إيران إيصالها للشعب الإيراني بأن ما قدمناه في سوريا سيدر عائد في المستقبل علينا ليس أمرا بالمجان ما رأيك بهذه النظرية؟ يعني بالتأكيد هناك رسالة يمكن أن يريد أن يوصلها النظام الإيراني إلى الداخل الإيراني من خلال هذه الاستثمارات ولكن أتوقع بأن الإيرانيين الدعاية لها يعني الدعاية الضخمة من أجل استيعاب الغضب الشعبي أننا لا نعمل بالمجان سيكون هناك عائد من هذا والتخيم الدعاية هو الذي تحاول أن توصله إيران إلى شعبها ولكن هل هذا يعني بأنه لا يوجد أبدا استفادة على الواقع الحقيقي لا أتوقع أن هناك استفادة وهذه الاستفادة تحاول من خلالها إيران أن تغطي على الأقل الآن المصاريف والاحتياجات التي تريدها الميليشيات الإيرانية الموجودة في الداخل السوري التنويه على أنه بالصحافة الإيرانية تكلمت على أنه هناك عائد فقط ثلاثة بالمئة يعود إلى نتيجة كل هذه الأعمال هو ثلاثة بالمئة فقط يعني لا يمكن أن نتحدث عن إحصاءات رسمية عن نتائج حقيقية ولكن كل هذه تبقى توقعات هل ما تروجه إيران من مكاسب هو يتناسب تماما مع ما يجري على الأرض بالتأكيد هناك تضخيم إيراني للمكاسب التي تريد أن تستدرها من الاستثمارات التي تجريها في سوريا من أجل كسب الشارع الإيراني ولكن هل أيضا نقول أنه لا يوجد لا بالعكس يوجد وهي من خلال هذه المردودات تحاول أن تغطي احتياجات الميليشيات الإيرانية الموجودة في الداخل أشكرك كثيرا صحفي علي رجب كنت ضيفنا هنا في الاستيديو حياة الله في ملفنا الأخير افتتاح ساعة الساحة وسوق لعرض المنتجات وسط مدينة إتلب